اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للعنوين كنقروا مثلا في كتاب الموطأ موطأ الامام مالك اسم يس كتاب الفرائض الموطأ هو المرجع الاول في الفقه المالكي اسم يس كتاب الفرائض طبعا جمعوا فريضة من قوله تعالى فريضة من الله ربي قال في القرآن في صورة النساء فريضة من الله ونحن نسموها الفريضة نقرص الفريضة وكان كتاب الرسالة لابن ابي زيد القيرواني من المراجع الفقهية في الفقه المالكي اسم يس باب في الفرائض ايضا اسم يس الفرائض فقط في الموطأ اسم يس كتاب كتاب ميلع ذي كتاب الرسالة اسم يس باب وثيك تقسيمة تقديمة موجودة وما كانت ترشى بيتر ثراث المنهجية الانكن مثلا البحث يقسم الى اقسام الى قسمين وكل قسم يقسم الى ابواب الى بابين مثلا وكل باب يقسم الى فصلين وكل فصل يقسم الى مباحث وكل مبحث يقسم الى مطالب وهكذا وكل مطلب يقسم الى فروع هذه أمور استلاحية منهجية ادين شابيتر ممذل الواع ادين شابيتر ادين شابيتر دو تقسيمات منهجية باش المعلومات هذه لنت هذه لنت مرتبة يعني باش تكون معلومات مرتبة واضحة اذا الامام مالك في كتابه الموطة دار عنوان كتاب الفرائض صاحب الرسالة ابن ابي زيد القيرواني اسمي اسميس باب في الفرائض العنوان هو هو الفرق هو كتاب وباب انو غلر الذخيرة للامام القارفي اسميس كتاب الفرائض والمواريث الفرائض والمواريث كتاب التلقين التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي اسميس كتاب الوصايا والمواريث والفرائض اذا صاحب التلقين القاضي عبدالوهاب البغدادي عنوان كبير اسميس كتاب الوصايا والفرائض والمواريث نعم والمواريث والفرائض بهذا الترتيب كتاب الوصايا والمواريث والفرائض على شعطت لكم هذه العنوان باش نقولكم نعطي لكم خلاصة ما ورده في الفقه المالكي في المصادر ما ناخذوش كتاب معين لا ممكن نروح المدونة ممكن نروح يعني فيه كتب كثيرة في الفقه المالكي نغد العنوانك على سبيل المثال فقط باش نقول باللي كتب المالكية عالجت موضوع المواريث المواريث أو الفرائض هذه الرسالة وإن اختلف العنوان العنوان اختلفت قليلا فالمضمون واحد لأنه في النهاية يقدم لنا الأحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض بعد هذه المقدمة نشرع في هذا الموضوع كخلاصة لما ورد في المصادر وفي المراجع المالكية أنفذو كان ذا شو سعلم الفرائض هذا شو سعلم المواريث كيف تعريف تفضي الكتب بيان لمن يارث ومن لا يارث تعريفات متقاربة تعريفات متقاربة ولكن السمحثية داوغ تعريف شوية جامع مانع كيف نقول جامع مانع معناها أذكر أهم القيود التي يجيب أن تارد في التعريف لازم ينضي علم الفرائض نغ المواريث ثم زوروث الفرائض قلنا المواريث علم الفرائض نغ المواريث ذنسال قلنا أنوي إذ الوارث من هم الوارث من يارث ومن لا يارث من فقاء المالكين من يعبر بهذه الطريقة من يارث ومن لا يارث يعني أنوي إذ الوارث من هم الوارث من هم الوارث بعدين كان تفصيل لأن أصحاب الفروض شو كون هم بأصحاب الفروض اللي عندهم فروض مقدرة مقدرة يعني محددة في قوله تعالى مثلا يوصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك يعني دوتير ثلاثة وإن كانت واحدة فلها النصف وقد الفرض ولأبويه لكل واحد منهما السدوسو أنسي زيام أنسي زيام مما ترك إن كان له ولد ولم يكن له ولد ووارثه أبوه فلأمه الثلث ثلث أنتير ثلاثة في كذلك إياك وستنطي القرآن وثابتة مؤكدة في السنة إذن وكذلك الورثة إذ يسن ذي الشرع إذن من لا يارث هم أقارب سيلي ناسي ونيموثا ذي زورانيس ذي ذامنيس ولكن ورثنا شكونا لي يفصل هو هذا العلم ليقول هذا وارث هذا لا يارث أرنوياس كذلك هذا العلم يبين الأنصيبة يعني لمن يارث يبين يحدد الورثة وأنصيبتهم ويحدد من لا يارث من الأقارب وذا غل علمك هو الذي يعطينا ما هي مجتملة التاركة أنوي ذي شونت الأمور يتسورثن ذي شو ثنت يونمين وثي شر يتسورثن ثمور ثزمور تحانور ثم إلى آخر هذه هما التاركات وكان أمور أخرى حقوق الارتفاق كلها سيأتي البايا إن شاء الله في كذلك الأمور ولكن كان أمور لا تورث الحضانة لا تورث مشي وحدك تموت تورثها لا هذه تعتمد على المقويمات الذاتية أنواع الولايات أيضا كيف كيف أنواع الولايات الإمامات ذي رسالة مثل ما شيء الإمام كي يكون ما كانش يجي ولد لا يذكر عنده مؤهلات نعم ما عندهش مؤهلات فلا القاضي ما يقدرش واحد يكون قاضي كيموت يجي ولد يلبس البلطن تاعة القاضي يقول ما بابا مات أنا ما ينفعش ما فهم واحد طالب جامعي لا سمح الله إذا كان مات ما يجيش خوه يقول كان أنا أخذ بلاستو ورسي زياماني ميدسين أنا ولي أنا زياماني ميدسين ما كيف كيف خوك زياماني لا يرحمه لكن تلالا أروح قراءه وبعدين تطلع وتجيب هذه تسمى هذه الولايات الوظائف التي تعتمد على المقويمات الذاتية هذه هلات ورث ذا شو تسو ورث هندلو مور نظن اتصران الأمر كدنا مجتملة التاركة من عقارات البطيخة من كذا ومن قولات ذي ذري من طنبيلات إلى أخي إلى أخير وهناك التاركة أخرى نورثوها جميعا هي ها في الرجزة الكارم الحرمة لقدر في هذا القيم لفالر هذه القيم أيضا ورثوها وهنا ما كانش حدودة لابغا يورث يورث لابغا يورث يورث ماشي شر تكون بين الأقارب لا وين القتاد ديها الحكمة الحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها وكذلك هذا العلم يبين لنا قواعد الترجيح مهمة قواعد الترجيح بمعنى الورث كي يكون كين قواعد الترجيح كين الترجيح يكون بالجهة ترجيح يكون بالجهة إذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة مثلا واحد خلاء وليد مع أخوه شكو ليه ورثانا هو الابن على لأن الابن مقدم على الأخ الابن ينتمي إلى جهة البنوة البنوة أما الأخ ينتمي إلى جهة الأخوة وقيد ذمك وقيد كمي أم يزوار ذمك ذم زوار إيك ما كوري ورثانا مش يستفكر شوي طول أشي يحج فيث أكين قار يحج فيث الإبن مفهوم يلا يوني جد فافس أكذ جديس فافس أكذ جديس الأب مع الجد الأب يدي كل شيء الجد ما يدي ولو خطر هذا بابك واللي فوق جدك أب الأب كي كل الأب يحجبه هذا باش الجهة واحدة ولكن الدرجة الجهة واحدة الدرجة ما يكون الذي أقرب درجة هو الأب أقرب درجة من الجد طيب واحد ما تخلى أخوه ولد أخوه يا أخي الأخ مع جهة الأخوة اسمه تاكمات تاكمات ولكن الترجيح يزوار مثل يزوار فهم يزوار مثل الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ الشقيق فجم قارن الدرجة سفي أغرف لم زوار الجهة أغرف الوسين الدرجة أغرف الثلاث اسمس قوة القرابة أدف تغ أمذية مثال ما يمثيون إجاد إهمس الشقيق أكذ إهمس فاذاس مات شخص وطارك أخا شقيقا وأخا من جهة الأب كيف يكون الترجيحون الجهة واحدة الدرجة واحدة كيف 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 بش يكون الترجيح يكون الترجيح بقوة القرابة تقول هذا خويا الشقيق واش معنتها تقول خويا من بابا ويم يسمى سبابة يما أول أخر تقول خويا ما قلت شيء أخرى تقول خويا من بابا الذي يسمى دمي فرير هذا اسم سيداوالي دمي فرير كيف كيف الجهة واحدة الجهة كيف 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 ما يمكن القرب القرب قوة القرابة بمعنى الأخ الشقيق مقدم على الأخ من جهة الأب باش بقوة القرابة كيف تقل الفرض تقول الأخ الشقيق يدي كل التاركة الأخ من جهة الأب محجوب حجب حرمان همه يشقيق يحجف همه سفاف ذاه طبعا وقي علم الفرائض علم دقيق علم حسابي رياضي يحتاج إلى تركيز كبير يحتاج إلى تركيز كبير جدا تحت العبارة خط ديره أخضر ولا غير ديره أحمر أفضل باش الإنسان أذي زر العلم يحواج أماك دنيا التركيز ثورة أنا كما وعدتكم دير غير أمور الأساسية من في الصلش لأنه أشرت إلى المراجع الفقهية في الفقه المالكي وعندي ملاحظة سأذكرها في نهاية الدرس اللي مهتم بعلم الفرائض المختص إما تقول الفرضي ولا الفراظ ولا الفريض يعني هذه من المصطلحات اللغة ويم مما نسمي به أهل الاختصاص في مجال الفرائض هذا العلم عنده أهمية نبين الآن بعد التعريف أهمية هذا العلم ذكرته كتب المالكية واستشهدت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس في رواية أخرى فإنها من دينكم سنأتي إلى بعض هذه الأحاديث بعد حين فقط ما شاء ديني قبل لي علم الفرائض مهم أين تظهر أهميته أندد فان ثم زواروث أنه يقسم التاركات تقسماًا عادلاً يعني سلعي لما يغدفك ربي ذن فيه السيسر نفض تريكا سلع ذل أريد أن يغسل أخطر لك أنت تغال سمذان هذا يخدم الرئيس يا حاصر السوصين والروي يوني تسغي أول طص بل كستفقد كل شي وإنه النظل أكا وتسغر أول كيضعار أهثور يضعار ربي سبحانه استكسد كل شي ممكن أن يكون عندك زوج أولاد واحد يطيع الله ويطيع كا يطيع الوالدين تعطلوا كل شي أول أخر ما يطيع ربي ما يطيع الوالدين تنحلوا كل شي وهذا لا يجوز إذا كان هو عصى ربي أنت ما تعصي ربي ما هو عصى ربي وأنت تعصي ربي أنك تحرم لذلك نسمع واحد الكلمة يقول فلان حرم فلان ما كان واحد يحرم الأخر إلا بمسوغ شرعي سيأتي البيان إذن المظهر الأول برازا لهذه الأهمية أن علم الفرائض يقسم التاركات مواريث المورثين بشكل عادل ربي سبحانه أعدل العادلين لذلك يذكر بعض الأحكام كما في صورة النساء بدءا من الآية السابعة وبعدين قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا سبحان الله لا تدرون والله واحد ما يدري آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله من هنا جاءت كلمة الفرائض فريضة من الله وبعدين واشقال ربي إن الله كان عليما حكيما عليم علم مطلق حكيم كي أعطى السدس للربع ولثم شغل الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أيضا تظهر هذه الأهمية في كونه يقسم المواريث على الورثة الشرعيين مع عدم استئثار أحدهم بالميراث فلا تتكدس الملكيات والمواريث في قبضة واحدة أنعم الشرعيين سيد ربي يفضل ريتاج مشيون ثيوي موجود في بعض القوانين في الفلسفات القديمة يقول كشكل الورث هو الإبن الأكبر فقط المشكلة كبيرة منها تأتي الإغتيالات وكبارة موجودة في عالم السياسة يعني من يكون ولي العهد معنى تورث هذه الموارث إذن الموارث يتقسم هذا يدي أنسيزيام سودوس هذا يدي ثلث هذا يدي يتقسم شوية 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 هذا مكان فق حكمة كبيرة كليون شو سيف كاربي سبحانه قال نستقضالي فش لحقي تقنططي شوف واش أعطالك ربي كتقسم التاري كنت البابكم إلى صحولك 400 مترا محمد ربي ما تروح تدي شطار وطاق على منطاق خطر كينة هذه قاعدة ما هيش انتع الشريعة طاق على منطاق ها لعب شطارتك هذه كلها ما هيش مقبولة الموارث تتقسم على حساب شرع ربي سبحانه ومن بعد اللي يبغى يتنازل يتنازل زمرذ مسوفاغا تخارج ممكن يدير تنازل يقول نخلي الكم بابا خلال دار وخلال الحانوت وخلال أنا نخلي حقي في الحانوت ما شاء الله انتو ما ردوها لي يا في الطراب هذه هي دير نيقوسياسيو مفاوضات الشريعة تسمحها تسمحها موضوع التخارج موضوع مهم جدا لأنه كان أمور ما تتقسم لازم تخارج باباكم خلطوا موبيل واش تديروا بها قاع ممكن تسوقوها شهر شهرين ثلاثة او ربع ما تبقاش هكذا لازم تخرجوا منها ديفيزيون لازم تخرجوا منها لازم يتبيعوها يتقوموها واحد منكم يشريها وإلى آخير هذه شرحوها في وقت لاحق كين حاجة أخرى اللي هي أنه الشريعة في علم الفرائض هذا معنتها يعطي يقسم تقسيم عادل كما قلنا وزيد ما تتكدسش المواريث لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واش قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس بش يقول هذا علم مهم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس لذلك الإمام مالك رب يرحمه في كتابه في الموطق ذلك عنوان كتاب الفرائض خي قولنا وقبلها والرسالة واش سماها باب الفرائض بعنوان هو هو والذخيرة كيف سمتها تفضل الذخيرة الإمام القارفي كيف سمها المواريث والفرائض وكتاب التلقين كيف سمها عاتكم الوصايا والمواريث والفرائض قدرت هذه الإشارة لكي تقول بالله هي الموظمون هو هو تختلف العناوين ولكن المضامين هي نبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائضة ذلك الإمام الذي خذها مباشرة للحديث من الحديث من الآية فريضة من الله الحديث الفرائض تعلموا الفرائضة وعلموها الناس الحديث صحيح الرجل الإمام لأيما الإمام الحاكم والإمام الترمذي والإمام أحمد عن ابن سعود رضي الله عنه وفي حديث آخر تعلموا الفرائضة فإنها من دينكم رأي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا المادة المودول إذا كنا حبينا نسميه المودول المادة قرأوا الفرائض وبعدين قال فإنها من دينكم يعني هذه جزء من الدين انتعكم وبعدين يقول وعلموها الناس علموها علاش قال علموها باش ما تتنساش وبعدين تتم الحديث فإنها نصف العلم يعني فيه رواية وبعدين يقول وإنها تنسى علاش قال وإنها تنسى لأنها تنسى تنسى لكان واحد ما يديرش تمارين مستمري جنهار ينساها ينساها لذلك نعطي ملاحظة معظم الناس الآن يخدمون بلوجيسيال لوجيسيال لا تكنولوجي صح مليحة تعاونها وكذا وكذا تعطي له لدوني المعطيات يعطي لك الفارضة فقط في كل مرة أذكر هذا الموضوع ونبه أنه لازم العقل انتاع الإنسان يدخل باش ما تكونش هناك أخطأ لعلنا نناقش بعض المسائل ذات الصلة بهذه النقطة الجزء في فرصة أخرى وفي نهاية الحديث وشيقول وإنه أول ما ينزع من أمتي هذه شوية وعلى بزاف الحديث أيضا خرجه لإمام ابن ماجة وغيره نروح الآن بعدما بين الأهمية أختار بعض الأفكار فقط نروح بينه خصائص لكاركتيرستيك خصائص هذه العلم هي كثيرة منها ثم زوروث مراعاة قوة القربة في تشريع الأحكام أحكام الميراث ميزوار الغشي وهذا أمر طبيعي عليش قلتكم بيلا واحد ما تخلى ولده أخوه رح وجع عائلة شكول اللي قريب لقلبك ولدك طبيعي أخوك ما يديوله كي يكون ولدك إذن هذا المسألة موجودة في الشريعة أميك يزوار جمك ميزوار طيب سيدي إذا كان مثلا واحد خلى أخ خوه عمه أيضا الأخ مقدم على الأخ لأن الأخ ينتمي إلى جهة الأخوة العم ينتمي إلى جهة العمومة وكذي كميش وكذي عميش وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة هذه الرسالة منطق منطق هذه من خصائص علم الميراث أنه يراعي قوة القرابة في تقسيم التاركات من خلاله تقرير قواعد الحجب وكذا كل هذا ذكرناه أشرنا إليه قبل حين كيف يكون الترجيح بالجهة وإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة وضربنا لذلك مثلا مثلا قلنا الأخ الشقيق مع الأخ من جهة الأب بين الأخ الشقيق صاحب قرابتين والأخ من جهة الأبوة فهو من جهة واحدة من خصائص علم الميراث إعطاء كل ذي حق حقه كل ينيب والحقيس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذه مهمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدر واحد سمحوا لي استخدم الحيلة عندك وليتك تحبه بزاف وصية وصية ما عليكم لك غير هو وهو والنوتير غير بابه ولده والموثق كيف يموت هذا الأب يأتي الإبن يقول لهم للورثة لا تقسموش التاريكة حتى نطبق الوصية لأن الوصية تطبق بعد وفاة الموصي أسين كيني بذاغي وصاع إفكي إفكي تحانوت تطبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخليش الوصية للورثة هذا ما كان يخي اسمي سواريف الورثة ورثة ورثة الفريضة وفريضة يغرصتنا لحاجة زيادة يرنا أتسيوين بعد الموثي في حياتك في حياتك نعم عندك ولدك الله يبرك خدام تاجر وشاطر كذا تعطيله شوية زيادة بشي ينطلق عادي يجوز ولا أخر تعطيله لا يعرفوا الاستثمار يلا واحد رهي يقرأ ولا واحدة طفل ولا طفلة رهي يقرأ يحتاج دراهم القرية تعطيله زيادة وربي يغفر لك لأنه يا ربي نعطيته علاج القرية واحد مريض إذا موضي تعطيله زيادة أي غرعلي جلال أربيش في جميع المرضى سفي الشرع عنده المنطق لوجيك المهم نعرفوه الشرع ربي عاديل ولكن الأصل إذا عطيت هيبا دونسيو تكون عادل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله خافوا ربي واعدلوا في أولادكم وبين أولادكم إذا عطيت الوليد خمسمائة آلف أعطي البنتك خمسمائة آلف ما شقول ما تقولش انتين أعطيلك ميتين وخمسين آلف لا لا هذا ماشي ميراث إذا عطيت الوليدك سمح لي مئة مليون تعطي البنتك مئة مليون ها هذا ماشي خمسين هذا ماشي ميراث ثقي هيبا ما يلا يكون تقارب إذا لم يكون العدل تام وهذا لا يحققه بشر يعني يكون تقارب ماشي الحرمان واحد تعطي له بزاف ولا أخر ولو من هنا تأتي المشاكل والأولاد كي عرفوا بلي باباهم ولا يماهم يميزوا بيناتهم صرتو هذاك المازوز يا خوتي المازوز يدير المشاكل المازوز قريب المازوز معزوز معليش حتى كيكون عندك مشاعر خاصة للمازوز ولكن لا تترجم هذه المشاعر إلى أعمال وتصرف التمييزية لها ما لها لها آثار جانبية يوثيوث يلا إذنى جماعة الخير من خصائص علم الميراث يعطى كل الذي يحق نحقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بعدين يقول فلا وصية لوارث وذكين تفاصيل إذا أخذ الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة هذا ما كان كل حاجة عندها الحل المهم واحد يكون عنده العلم والأحكام راه معاه يعرف كيف لا يمشي بالكود لاروت على باله يعرف يصوق على باله هذا مكان يصوق إن شاء الله ما يديرش الأكسيدات خطر يعرف يصوق ما يشغل يعرف إنه يطبق ما يشغل وبعدين تتخلط وتصار المشاكل يقول لكم بعد كاتبا مفهوم المسألة كيف مم حتى هذا الموضوع نروح له بالعقل بالعقل والأحكام موجودة والحمد لله الشريعة كتملت ثشرعيث نسيذ يا ربي ونسيذ كنزال يطبقيت إن شاء الله سوى ثلويث سوى الهناء أريلين هذا من خسائص علم الميراث تحسين حقوق الورثة شوى البروتيجي يعني القرآن حصناها أعطا لها حصانة أمي من أين حصلنا هذه الخاصية من أين حصلناها بأمرين الأمر الأول إجبارية انتقال الميراث من المورثي إلى الورثاتي إجبارية يعني مجيذ الفغيك نغذ الفغيو ميقموث وماذا نسي الفريضة يخكا الحجر مضان محفوفة فلسيا فوربي إنك تسد المثس الحرف الض لحباب خذمن لفريضة ننسي لي كمشي لحباب الحباب أدعيون أنه آثاه لحباب خذمن لفريضة ننسي لي سيفضاء إلى قصفر القاضى ومدنيه ذي الفاني فلسيا فوربي إجاد أسفر وشكيث فين يعنان لشو علي إذن ربي قال فريضة من الله هذه الإجبارية مطلوبة مطلوبة يلا ثورة نغال الأمر الثاني علش قلت هالكلم خطرة هناك بعض الفلسفات وبعض القوانين في الحضارات القديمة يقول كالأصل في انتقال الميراث إرادة المورّف يعني الفغيس أقف الذي مثومذان إذن تسان ريف ظون الورث ايناس أكني قفغا أم بعدك تتدخل الأهواء وتتدخل المشاعر والتمييز هذه كل منهيات التي ذكرناها تكون حاضرة يقينا أو الغالب والعبرة بالغالب لذلك يا خوتي ما يكنين الأصل في انتقال الميراث إرادة المورّف هذه من القواعد من القواعد التي تقررت في بعض قوانين الحضارات القديمة باش نعرفو قيمة الشريعة التي نملكوها بالضد تتبين الأشياء مين غرى أمشي غرانة الحضارة في قديمين أما الحضارة اليونانية حضارة غريقة الرومانية غريقة عريقة زيد الفلسفات القدر نجد العجب ولكن الشريعة لها هذه الأحكام المنصفة وكان أمر الثاني تقييد الوصية بالثلث هنا التحصين هنا الحماية لكن ما كانش ثلث علي بلكم واشي صرا واحد قبل ما يموت وكان بعض الورثة شاطرين سلتوك يكون باباهم مريض وخوتو الخرين مهملين واشي صرا يقوم به يقولك بابا أنا نديك الطبيب وين حبيت لزانالي زراني هنا زيد تفاحوا البانان يا حصر قبل ما تقول يجيبوا لك شفيتوا عليها أم بعدك الشهر شهرين يقولوا بابا معليش نروحوا عند النوتير نفوتوا عند الموثق يكتبوا يكتبوا كل شي وكان اللي يديروا هبات دي الدوناسية ما شي وصية خطر وصية ما تطبقش إذا كان الورثة رفضوها لا تطبق إلا إذا أجازوها وإذا ردوها ترد أما بالنسبة للهيبة دوناسية تطبقوا لأن الهيبة عقد ناقل للملكية دوناسية بسلحة بسلطة أم بسلطة بسلطة وكتبوا بسلطة جمال ماشي على جهة الحسنات خطركين الأولاد الله الله يبارك وهذه هو الوالدين الوالدين انت وعن هكذا ديرين يقولك انت يقبل خدمة انت كل اخر ما يقبلها لا 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 ما ارتح ليك انت حنين انت كذا ما يعنيش انه ركدت حسنات ما شيباش تدي التاريكات والمواريث اتفقنا لذلك تقييد الوصية بثلث والحمد لله في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير وحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في اخر اعماركم زيادة في اعماركم فضعوه حيث يشئتم الى اخر هذا الحديث والحديث المقيد الذي ذكرناه قبل الحين ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولكن اذا اجزها الوارثة تلفذ واذا اجزها البعض ورفضها البعض تنفذ في حصص المجيزين في تفاصيل دقيقة حسابية دقيقة طيب كما قلت انذكروا غير اهم المسائل ما نفصلوش في هذا الموضوع واذكر اخواني لانه عندنا مادة تدرس بالتفصيل في مسجد ابي على الزواوي تحت عنوان علم الفرائض في المدينة الجديدة بيتزيوزوه ثم التفاصيل اما هنا في الفقه المالكي نركز فقط على المسائل الكبرى والقواعد الكبرى التي اشار اليها علماؤنا منهم الامام مالك في كتابه الموطأ تحت عنوان كتاب الفرائض وصاحب الرسالة ابن ابي زيد القيرواني تحت عنوان لا لا باب الفرائض شكرنا الشطر عن دكة تسعة لعشرة الفرائض اه اما في كتاب الذخيرة لا لا القرى فيما ذكر على الوصايا ذكرها في باب مستقل الفرائض والمواريث اسمه كتاب اسمه كتاب اما صاحب التلقين القضي عبد الوهاب البغدادي كتاب الوصايا والمواريث والفرائض ذكرت بعض كتب المراجع الفقهية للسادة المالكية وكانا اشارة منهجية لمن اراد ان يرجع يرجع الى هذه الكتب المدونة نقرأه في الصفحة 158 في الصفحة 165 يعني ما باعي اسئلة موزعة في كتاب المدونة معناك ترجع كتب المالكية ستجد ما نذكره الان خلاصات نذكره في شكل خلاصات بلا ما ندخله في التفاصيل الدقيقة الآن نروح نقطة اخرى مصادر علم الفرائض مصادر الموارث من هي جاءت الفرائض هذه المصدر الاول من العلمكي من الفرائض القرآن القرآن الكريم المصدر الاول هو القرآن الكريم الآيات الآيات السابعة وما بعدها من صورة النساء صورة الأنفال ما شغل صورة النساء نرجع لها صورة الأنفال ونقرأه أيضا من صورة النساء آخر آية صورة النساء شغل عندها آيات يلا جماعة الخير صورة البقرة شغل عندها بيتين وستوثمين صورة العمران شغل عندها ميتين سبيروا وصابيروا ورابيط يلا صورة النساء عندها كم مية وستة وسبعين الجواب صحيح عشرة العشرة الآية مية وستة وسبعين فيها أحكام الميراث إذن وزعت سنعود إليها عند اللزم كين نحتاجوها نرجعو لها إذن المصدر والقرآن الكريم ثارقة ثمز وروث نعي المقل الفرائض القرآن دوال ربي المصدر الثاني السنة النبوية في أحاديث كثيرة همها ذكرنا تعلموا الفرائض وعلموا الناس ذكر أحاديث كرناها لخرج الإمام أحمد والإمام في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه والإمام مالك في موطئه إلى آخره إمام البخاري والإمام مسلم وكذلك أحاديث ذكرناه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقها فلا وصية لوارث كذلك الحديث يعني أحاديث كثيرة سيأتي بينها سنذكرها في وقتها كذلك حتى حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضع عنه عنده صلة ينسج مع قوله تعالى من بعد وصية نطلصون بها أو دين إذ لا تركت إلا بعد سداد الديون ونفط طيارة ترك آلا ما نخلص طلافا لذلك أجدادنا كيدفنوا واحد يقول لي سلو رانا هنا فالله يبرك وزيدوا دعو دعوة الخير هكذا المشايخ هاي عادي بسم الله ما شاء الله الدين تعنى حلو بسم الله ما شاء الله ما شك يندفنوا واحد لهربة تسلك شنه لهربة تسلك هاي ندعيولو هاي استغفوا لأخيكم وسوله التثبيت فإنه الآن يسأل وبعدين ما زال الشرع يمشي شرع حاذر نبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه حديث خرجه الإمام أحمد نفس وغيره نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الديون ديون الله كين النذر كين الكفارات كين الزكوات لك مخلص الزكاة وكتب الموط عامر بالأحكام في هذا الموضوع تفاصيل مهمة وزيد نروح لديون العباد كين اللي يسلف له مئة مليون ما كان شكاغت هوا كيف كين تقول له اللي يسأل ورانا هنا درت له كوراج يجي لعبدك يقولك سماح لي ما يجي هذاك نهار بعد شوية مدة قولك باباك والأخوك الله يرحمه ولكن على بل كان بينه كان تجارة سلفت له مئة مليون ولا زيزديث يلا إذن الحق الفرائضة بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يعني كان الحديث والحديث متفق عليه البخاري ومسلم وغيره المصدر الثالث الصحابة الصحابة رضي الله عنهم ممكن تقول له كيف الصحابة نعم هناك مسائل طبعا قبل الصحابة نتكلم عن الإجماع يجمع الصحابة ككل الإجماع مثلا توريث بنت الإبن هذا مجمع مجمع عليه لم تذكر بنت الإبن يعني مثلا في القرآن ما ذكره ربي ما قال هكذا بالتخصيص ولكن حصل إجماع وكين مواطن الإجماع أيضا سنعود إليها والمصدر الرابع الذي هو الصحابة فتاوى الصحابة نعطيكم بعض النماذج مثلا في العول الصحابة هم اللي اجتهدوا ولا لا لا والفرضي من الصحابة هو زيد بن ثابت وأفرضهم زيد كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت عول حصل في عهد عمر بن خطاب ماتت امرأة وطركت زوجا وأختين شقيقتين ثمث مطوف ثجاد أرقزيس أك يستماستي شقيقين سناث مثلا نظركم تبقوها الآن خلا مثلا خلات ستين مليون باش يكون مثل بسيط ستين مليون سنطين كم يريث الزوج من زوجته كم تريث الأختان الشقيقتان من أختهما ثلثين ثلثين يلا نطبقوها نعم لا ما عليش كيغضي مثال نظر قبل الآذان أعطيت مثال وكيغضي ذلك ما قلناه هذا ما سنقوله قصدي باش تترسق في الذهن ستين مليون لو كان يجي يجي زوج أخوات هما اللي يجي انتوما تقسموا لهم تاركا يديوا وربعين مليون صف يديوا وربعين مليون شو عليها هما خارجين ويجي الزوج يقول كأنا الزوج انت هذي اللي ماتت هيا نور ما ما تعطي له في الورق ثلاثين يقول تخلى ستين مليون هاي لابره في جبالك من البنك اشحال عندها ولا في الدار ولا ستين مليون لازم يدي ثلاثين انت تقول له بقى غير عشرين خطر كي زوج أخوات الدو ربعين من ستين بقى غير عشرين يقول لك حقرتوني انا زوجها ما هيا لو كان نسبقه في الزوج نعطي له ثلاثين ودى ثلاثين وجوز أخوات يقول لك احنا عطينا ربعين احنا بقى غير ثلاثين منين تدبر لهم عشر معنى بعد ثمان يقال لا ادري ايكم قدم الله ايكم اخر وبعدين استشار الصحابة منهم زيد بن ثابت اللي حاضرين ثم اللي يعطى امر عمر بالخطاب قال اعيل المسائل اعيل المسائل ظهرت ظهرت ظاهرة في علم الفرائض اسمها العول في عهد الصحابة رضي الله عنهم ماشي في 1445 اللي هجر لا ربي قدر باشتفر جميع مسائل الفرائض مع ذهاب الصحابة اتفقنا وبعدين الصحابة والعلمة درسوها كذا خرجونا الاصول التي تعول والتي لا تعول خطر هناك اصول لا تعول ما ندخلوش في التفاصيل في المثال فقط مثلا الاصل الستة يعول إلى عشرة شفعا ويترا زوجا وفردا ستة تعول إلى سبعة تعول ثمانية تعول سعة تعول عشرة كما هذا المثال تعول إلى سبعة تناش تعول إلى سبعتاش ويترا لا شفعا يعني تعول إلى ثلتاش خمستاش سبعتاش أربعة وعشرين تعولوا مرة واحدة في المسألة المنبرية اللي صارت في منبر الكوفة وين افتفيها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه طبعا يجي هذا الأمر تفاصيله بعدين إن شاء الله تعالى ليس اليوم فقط كذلك الرد الرد إذا واحد مثلا خلى زوجته خلى بنته الزوجة عندها ثمن والبنت عندها النصف أصل مسألة ثمانية علاقة التداخل بين ثمانية بين مقامي الوارثتين الزوجة عندها ثمن ثلاثة عندها ثمانية عندها وحد ما فهم والبنت عندها أربعة يعني نصف ثمانية أربعة أربعة زايد وحد يسوي خمسة ثمانية نقص خمسة يسوي ثلاثة بقى وثلاثة وين يروحوا معنى هناك فائض هناك فاضل لازم الرد والرد عندها واعد انتع حل المسائل انتع الرد إلى غير ذلك فقط في النهاية انقلكم في آخر المجلس انقلكم أن هذا العلم هو علم رياضي حسابي يحتاج إلى تركيز كبير أكتفي بهذا البيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا